في خبر غريب أو الحقيقة لازم نتوقف عنده شويتين تلاتة ايه الحكاية؟ الحكاية انه النيابة العامة بتاعة شمال سينة من 8 سنين حصلت ضدها عمليات ارهابية في المكان بتاعها فنقلت شغلها كله للإسماعيلية ما بقتش موجودة في العريش ولا في شمال سين بس رئيس الجمهورية طلع قال ان احنا قضينا على الارهاب وانا رايح بنفسي اعمل حفلة ومصطفى مدبولي طيارته نزلت هناك ويوعى يا جدع واحنا جمدين جدا ومبقاش فيه ارهاب طيب رئيس الدولة بنفسه اعلن القضاء على الارهاب صح؟ صح؟ فمعنى كده ان كل الناس اللي تحته هتروح بقى العريش وشمال سينة مش كده؟ اكيد ما هو احنا بنثق في رئيس الدولة ما هو احنا بنثق ان الارهاب خلص ما هو اصل طيارة رئيس الوزراء نزلت هناك يا جماعة طيب طب انت جاي تكلمنا عن ايه؟ تعال نشوف المنصة او الموقع الخبر ده بيقول ايه؟ نيابة العريش ترفض تنفيذ قرار العدل بمباشرة التحقيقات من شمال سينة يا نهر اسود تعال نشوف كده الحكاية قررت نقابة محامي شمال سينة عدم الحضور نهائيا امام تحقيقات النيابة العامة في العريش طوال فترة انعقدها بمحكمة الاسماعيلية اعتبارا من السبت المقبل اعتجاجا على رفض النيابة بمباشرة تحقيقاتها من مقر المحكمة والاستمرار في محافظة الاسماعيلية التي انتقلت اليها قبل ثماني سنوات ايه ده؟ طب انتوا ليه يا جماعة مش رايحين؟ لا اصلوا هناك لسه في ارهاب ارهاب ايه؟ ده الرئيس مأكدلي معلش احنا مش هنروح مع احنا مش خايف احنا مش امنين يعني على نفسنا مش مستغنين على حياتنا طب يا ابني ده الرئيس اتكلم طب وور رئيس قال ايه؟ تعالوا نسمع كده السيسي قال ايه من كم يوم؟ طب يا جماعة انتوا خايفين ليه من راجل اهو رايح بنفسه هنعمل احتفالية يعني قضينا على الارهاب بس النيابة العامة مش موافقة او مش مصدقة او مش واثقة فيك الحقيقة فلما انت الحقيقة قبل ما تقولنا انك قضيت على الارهاب لازم تطمن ناسك لازم تطمن موظف الدولة وهو ده خبرهو مطلعتش انا قلته عشان تقول ان احنا بنشكك في فقامة الرئيس لا الناس بتوع النيابة العامة خايفية ومن حقهم بصراحة انهم ما يخاف فالحقيقة الموضوع ده هيكون له صدى مش كويس لان استيسي عايز يقول للدنيا كلها ان انا خلاص خلصت وقضيت لكن اجرائيا على الارض لو الكلام ده ما تنفسش بان موظف النيابات راحوا شمال سينة تاني والعريش فكأنك يا بوزيد مغازيت وده الحقيقة كده ينطبق على كل الحاجة اللي موجودة في مصر احنا عندنا عاصمة ادارية عظيمة جدا وهنعمل مش عارف كذا وهننتقل ليها طب السفارات الاجنبية مش عايزة تروح طب البنوك الاجنبية ما راحتش طب انت لسه ما تنقلتش طب ده فيها حياة سكنية سكن فيها خمس بني قدمين يبقى انت كده بتقول اي كلام فهي دي الفكرة عبدالفتاح السيسي دلوقتي امام تحدي كبير جدا وهو الانتقال من اللقطة اللي بيعمله عباس كامل للواقع واول تحدي واكبر تحدي او من اكبر التحديات هو ده هو موضوع سينة هنشوف الفترة الجاية هل النيابة ترجع شمال سينة والعريش ولا السيسي هيطلع كالداب كالعادة